اشتركوا في القناة يعلن أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي وأن الاستفتاء سيؤسس لمسار انتخابي يأتي برئيس جديد الأسد يؤكد أن اللقاء العسكري السوري العراقي الإيراني يعبر عن وحدة المعركة والخندق والعدو ووزير دفاعه يعلن أن بلاده ستحرر مناطق سيطرة قسد الشرطة لا تستبعد وجود دوافع ارهابية عند المشتبه فيه بحادثة إطلاق النار في أوتريخت التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعصابة أخرين روسيا تقرر إرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى القرم وبوتين يترأس احتفالات الذكرى الخامسة لعودة شبه الجزيرة أهلا بكم أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجن رامون الإسرائيلي حالة الأسيان بعد مواجهة مع إدارة الاحتلال نادي الأسير الفلسطيني أوضح أن التوتر التصاعد بعد نقل تسعين أسيرا من نصل مائة وعشرين إلى قسم نصبت فيه أجهزة تشويش وتحدث نادي الأسير عن حرق غرف داخل القسم وأشار إلى أن الأسرى رافضوا نقل مقتنياتهم احتجاجا على عملية نقلهم وأبلغوا الإدارة أنهم سينفذون خطوات احتجاجية رافضة لإجراءاتها لجان المقاومة في فلسطين دعت لإشعال انتفاضة الغضب في كل ميادين المواجهة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى في سجن رامون مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان أكد من جهته أن معركة الغضب هي فرصة يجب استثمارها لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني والالتفاف حول الأسرى وقضيتهم فيما شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على الوقوف الكامل خلف الحركة الأسيرة وقرارتها وينضم إلينا من رامالة رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أهلا وسهلا بكم سيد قدورة لو تضعنا في صورة آخر التطورات والمعلومات الواردة إليكم من سجن ومعتقر رامون الأوضاع كما أشرتم متوترة جدا وقابلة للتصاعد أكثر إذ أن مصلحة السجون عمليا أخرجت من اللعبة ليحل محلهم السياسيون الذين تولوا مسؤولية اتخاذ القرار حتى في التفاصيل تركيب أجهزة التشويج ذات الإشعاعات العالية والترددات العالية كانت بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية من وزير الأمن الداخلي ولم يبقى هناك أي دور لمصلحة السجون لذلك الأمور طالما بل الموضوع في يد السياسيين المنشغلين في عملية انتخابية والتنافس مقيت يدفع ثمنه الأسير أن يصل الأسرة إلى حد إحراق غرفهم وهذا خطير جدا حرق فرشات الإسفنج في أماكن أصلا التهوية فيها شبه معدومة يشكل خطر على حياة الأسرة أنهم وصلوا إلى احتقان لهذا الحد هذا يعكس طبيعة الظروف التي يعيشونها لذلك الأوضاع متوترة ليس فقط في ريمون وإنما في كافة السجون حيث لمجرد أن علم الأسرة بما حدث في ريمون كانت هناك تكبيرات في عديد من السجون وهناك سجون أخرى غدا سوف تتخذ إجراءات لمساندة ريمون ومساندة النقب أيضا الذي يواجه هذه السياسة منذ ما يزيد عن شهر ونصف نعم سيد قدورة كما ذكرت الأسرة هم ضحية تلعبات سياسية إسرائيلية وبالأصل هي سياسة الاحتلال تجاه الأسرة الفلسطينيين بشكل عام ماذا عن المقلب الآخر أتحدث فلسطينيا ماذا عن التحركات الشعبية وكذلك الفصائلية يعني الأسرة هم مسؤولية كل أبناء الشعب الفلسطينيين وتحديدا الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالفصائل كافة يعني ما يتعرض له الأسرة أنه قد يترتب عليه استشهاد بعضهم ولذلك تدخل وتحرك الفصائل وأن تضع قضية الأسرة على رأس سلم الأولويات ليس يعني فقط من خلال ترداد خطابات وإنما يجب أن يتحول هذا إلى سلوك وإلى برامج عمل تبدأ من خلال التحرك في الشارع وستنتهي إلى أيضا ارتقاء الموقف السياسي الوطني الفلسطيني ثم العربي ثم لا بد أن يقود ذلك إلى تغير في الموقف الدولي بما يقود إلى ممارسة ضغط حقيقة على إسرائيل لهذا نحن ندعو كل أبناء الشعب الفلسطيني غدا وبعد غد وفي كل الأيام القادمة إلى الخروج للشوارع للتعبير عن رفضهم لهذه السياسة الوحشية الإسرائيلية وللتعبير عن مسانداتهم لنضال الحركة الأسيرة هذا سيغير المناخ في فلسطين ويعني حين تكون البوصلة موجهة باتجاه الاحتلال باتجاه المجرمين الذين يستفردون بأبنائنا وبناتنا داخل السجون أعتقد أن ذلك سيخلق أجواء فلسطينية حقيقية نضالية كفاحية هذا الذي ندعو إليه ولا بد أن يتحد الوطن كله خلف المناضرين الذين هم رموز كفاح الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك سيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني كنت معنا من رمالله تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم في قرى الزاوية وكفر الدين وبرقين للقبض على منفذ عملية سلفيت يأتي ذلك بعدما أعلن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر استشهاده العملية كانت تدت إلى مقتل إسرائيليين وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عمليات اقتحام واعتقلت والد المنفذ ووالدته وشقيقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة نيهو أعلن أن إسرائيل ستشرع في بناء 840 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة أرئيل المقامة الشمال الضفة الغربية وخلال زيارة موقع عملية سلفيت قال نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تعلم هوية المنفذ ومكان إقامته قلوبنا معهم نحن نعرف هوية المهاجم جيش الدفاع وشينبيت يطاردانه نحن نعرف مكان إقامته وتتبعنا عائلته أصدرت تعليمات هذا الصباح ببدء هدم منزله بدأت الاستعدادات بالفعل هؤلاء الإرهابيون لن يقتلون بل سيحدث العكس كما أخبرني عمدة أرئيل نبدأ الثلاثاء بناء 840 وحدة سكنية في حي جديد وهو حي وفقت عليه قبل ذلك وبخطورة بالغة تعاملت الأوساط الإسرائيلية مع العملية الفلسطينية قرب مستوطنة أرئيل التي وصفها مراقبون بأنها استثنائية من حيث التوقيت والمكان والنتائج منال إسماعيل العملية الفلسطينية قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة أحرجت الحكومة الإسرائيلية في أوج المعركة الانتخابية وأظهرت عجزة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن منع عمليات كهذه العملية التي صبت الزيت على نار السجال السياسي الانتخابي وعدها محللون إسرائيليون قاسية بكل أبعادها من حيث التوقيت والمكان والأسلوب وحتى النتائج أعادت إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل الحديث عن عقم الإجراءات العقابية والتعسفية التي تتخذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حق الفلسطينيين النتيجة سيئة جدا ففي الخلاصة فلسطيني واحد مع سكين ينجح في قتل جندي وحاخام وإصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي مسلحين في نقطة حراستهم بجراح خطرة ليس على هذا النحو يجب أن ينتهي تصادم بين جنود من الجيش مسلحين وفلسطيني مع سكين ببساطة ما حدث أمر فضيع ومؤلم ويثير الغضب فلسطيني لديه فقط سكين ينقض على جندي ويطعنه وبعد دقيقتين أو ثلاث يتزود بسلاح وبعد ثوان يدخل سيارة ويواصل التحرك ويطلق النار على محطة انتظار أخرى خشية المؤسسة الأمنية من تصعيد الأوضاع على الأرض وتركيز اهتمامها على منع محاكاة هذا النوع من العمليات فلسطينيا قابلهما تقدير لدى المراقبين بأن لا حلول في الأفق للعمليات الفلسطينية وأن من يدعي ذلك لا يعرف الواقع هناك العشرات من الإنذارات عن هجمات كل شهر المعدل الوسطي لإحباط هجمات ذات أهمية يراوح ما بين عشرة وعشرين هجوما وهذا حجم غير قليل إنها أرض تغلي ونحن نعلم بذلك فقط عندما ينفذ هجوم كهذا ولذلك يجب فهم هذا الواقع حتى عندما يكون هناك هدوء مراقبون أشاروا إلى أن العملية قرب أريئيل مختلفة هذه المرة لأن المهاجمة لم يكن من النوع المعتاد كان بارد الأعصاب وعازما على نحو استثنائي ومدربا عسكريا أيضا على ما يبدو لأنه عرف على الفور كيفية استخدام السلاح الذي سلبه من الجندي وبدقة نسبية ما يطرح أسئلة صعبة حول تعامل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عمليات كهذه أوصى البرلمان الأردني بسحب السفير الأردني من تل أبيب وبطرد السفير الإسرائيلي من عمان على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وشهد البرلمان مشدات وصدامات خلال الجلسة المعقودة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحاول النائب خالد الفناطصى ضرب زميله محمد هديب بعد كلمة ألقاها قال فيها أن الأردن لن يستطيع سحب سفيره أو طرد السفير الإسرائيلي ترجمة نانسي قنع خلال الجلسة أدى النائب الأردني خليل عطيت تحية العسكرية لمنافذ عملية السلفيت وطالب بطرد سفير الاحتلال من البداية أحيي الشعب الفلسطيني وأحيي المقتصيين وأحيي المرابطات في فلسطين الحبيبة وأقفوا ليؤدي التحية للبطل الفلسطيني عمر أبو ليلى قائد معركة سلفيت الذي قتل اليهود بالأمس فتحية لك أيها البطل وبارك الله فيك ثانياً أن المؤامرة على الوصاية الهاشمية بالأمس كنا في معي تكياد معالي الرئيس سعاد الرئيس في الرباط وقد تآمروا على دور الأردن ودور الوصاية الهاشمية ولم توضع بالبيان الختامي وهذا اندل على شيء أن هناك نوايا مبيتة لأخواننا العرب ما زلنا نقول أخواننا العرب والمسلمين بالتعامل على القدس إسرائيل تشن حملة غير مسبوقة على مجلس حقوق الإنسان وتتهمه بالانحياز للفلسطينيين بسبب عرضه ثلاثة تقارير لمقررين أمميين تكشف عن مدى الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67 وفي قطاع غزة من جنيف يوم أسود لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف هكذا وصفه الإعلام الإسرائيلي والسبب ثلاثة تقارير أممية من عشرات الصفحات مليئة بالانتهاكات الإسرائيلية الأول في الأراضي المحتلة عام 67 والثاني من اللجنة الأممية التي تحقق في جرائم الاحتلال في غزة والثالث من المفوضية العليا لحقوق الإنسان لم يأتي كما كان متوقعا على ذكر الشركات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية العاملة في الأراضي المحتلة التقارير الأممية تجمه على استنتاج واحد انتهاكات إسرائيل ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكن المقررين الأمميين يقررون باستحالة محاسبة إسرائيل على جرائمها لقد افترض المجتمع الدولي أن الاحتلال الإسرائيلية سينتهي عندما تعود القيادة الإسرائيلية إلى رشدها وتقرر احترام القوانين الدولية لكن للأسف لا أرأي مؤشرات لحصول ذلك قريبا يجب أن نكون صريحين مع بعضنا البعض هذا الاحتلال ليموت من الشيخوخة ولينتهي إلا عندما يصر المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير مجدية للمسائلة وإنكار إسرائيل لتقرير المصير الفلسطيني أمر لا يطاق وصمة عار على العالم الحديث لجنة التحقيق بشأن انتهاكات غزة أعلنت أنها ستسلم ملفا سريا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتضمن معلومات عن المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الاستنتاج الرئيسي للجنة هو أنها وجدت أسبابا معقولة للأتقاد بأن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هذه الانتهاكات تستدعي بوضوح التحقيق الجنائية والملاحقة القضائية مع غيام الولايات المتحدة وإسرائيل عن الجلسة تسلمت منظمة يو أن ووتش الإسرائيلية زمام الهجوم على المقررين الأمميين المنظمة ذاتها جمعت في تحرك معلن ضد مجلس حقوق الإنسان خارج المقر الأممي شخصيات داعمة للاحتلال للتنديد بالمجلس وقراراته حتى هذه الساحة التي تحتضن عادة المطالبين بتحقيق العدالة وحقوق الإنسان احتلها اليوم الإسرائيليون ومناصرهم لاستكمال حملة غير مسبوقة على مجلس حقوق الإنسان بداتها الولايات المتحدة والمنظمات الصهيونية داخل المقر الأممي ويستكمله هؤلاء هنا مصاعصي من أمام مقر الأمم المتحدة في جينيف الميادين أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوطفليقة أن بلاده مقبلة على تغيير نظامها السياسي وفي رسالة إلى الجزائريين أكد أن الشعب هو الذي سيبط في التعديل الدستوري من خلال الاسفتاء كما لفت إلى أن هذا التعديل سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد وسيكون منطلقا لمسار انتخابي جديد بوطفليقة أكد أن ندوة الوطنية الجامعة ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري وستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بأحداث القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب أذى ونبه رئيس الأركان في الجزائر ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح من استغلال أطراف أجنبية للوضع الصعب في البلاد وفي إطار التفقد الدوري لمختلف النواحي العسكرية أكد صالح أن الجيش سيبقى الحصن الحصين للشعب والوطن وسيقوم بمسؤولياته لحل الأزمة قد اثبت شعب الجزائري اليوم في هذه الظروف الحالية حسن وطني بل وحضاري بالغ رفع ينم عن وعي شعبي عميق أدهل على الجميع في كاف أسقاع العالم ففي ظل هذا الوعي المدرك لقدوسية الوطن والأمنهي واستقراره وجدد اليوم ما تعهدته به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما وفقا لمهمه الحصن المحاصين لجعب الوطن في جميع الظروف رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي ونائبه رمطان العمامر انطلق في مشاورات لتاليف حكومة إنقاذ وطني ودعوة الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات لاقتراح أسماء للحكومة قوبلت بالرفض التفاصيل في تقرير أسامة عبد النور مشاورات سرية وأخرى علنية شرع فيها نور الدين بدوي رئيس الحكومة المكلف من طرف رئيس بوتفليخة أراد أن يؤلف حكومة وفاق اجتماعي وليس سياسيا فوجهت دعوة للشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات لاقتراح أسماء تشكل توافقا نقابيانا طلب رئيس الحكومة قوبل بالرفض بسبب ضغط الشارع المطالبي بوشوه جديدة كليانا تلقينا دعوة فعلا ومن الوزارة الأولى يقال أنها في إطار تشاور حول تشكيل الحكومة وأيضا يمكن أنها تدخل في إطار التحذير للندوة التي جاءت في إطار نقاط السبعة والتي جاءت في رسالة سيد رئيس الجمهورية ونحن جزء من هذا الحراك فنحن رفضنا مباشرة أحزاب الموالات في اجتماعات دورية لرأب الصدع الذي دب في قواعدها بعد مطالبات باستقالة المنسق العام للحزب الحاكمي والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في وقت لا تزال فيه أحزاب أخرى ممسكة بزمان الأمور الرئيس وفق في جزء ولم يوفق في الجزء الآخر أنا نقولها وقلتها في البداية وفق في إقالة الحكومة ولم يوفق في اعتقادنا في اختيار البديل ما وش معناه سيد بدوي ما وش مليح كفاءة ونقر له بعمله وإخلاصه ونظافة يده ولكن المرحلة الآن تتطلب رجالا توافقيين المعارضة منقسمة على نفسها ولم تستطع سياغة قرار موحد بشأن الحكومة الجديدة التي رفضت أصلا المشاركة فيها بسبب عدم دستوريتها على حد وصفها لا يمكن أن نتجاوب معها على الإطلاق ولا يمكن أن نلبي المطلب الدخول في هذه الحكومة حتى ولو أن الأمر لم يصلنا ولكن حتى وإن وصل فلن نتجاوب مع هذا الأمر لأن الأمور غير عادية على الإطلاق ولا يمكن أن يكون الأمر بهذه الكيفية لأننا كنا نطالب بتغيير في السياسة تغيير في الوجوه تغيير في كل منظومة كلها تعثر ميلاد الحكومة الجديدة بسبب رفض النقابات وأحزاب المعارضة وتعقد مهمة رئيس الوزراء المكلف نوردين بدوي المطالب بالإسراع في الإعلان عن تأليف الحكومة تطوران يرتقبهم الشارع الغاضب في انتظار أي انفراج في جدار الأزماء أسمى عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين أكد رئيس السوري بشار الأسد أن العلاقة التي تجمع سوريا بإيران والعراق متينة وتعززت خلال فترة الحرب في مواجهة الإرهاب وخلال استقباله وفدا عسكريا إيرانيا عراقيا مشتركا ضم رئيسي أركان البلدين قال الأسد إن اللقاء يعبر عن وحدة المعركة والخندق والعدو كما رأى أن الإرهابيين واجهة للدول التي تقف خلفهم وتدعمهم وزير الدفاع السوري علي أيوب أكد أن بلاده ستتعامل مع قوات قصد إما بالمصالحة وإما بتحرير الأرض التي تقع تحت سيطرتها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي الأركان العراقي عثمان الغانمي والإيراني محمد باقري قال أيوب إن الورقة الوحيدة المتبقية في أيدي الأمريكيين وحلفائهم هي قوات سوريا الديمقراطية محمد الخضر المكان وزارة الدفاع السورية مباحثات عسكرية لوزير الدفاع السوري العماد علي أيوب مع رئيسي الأركان العراقي الفريق أول عثمان الغانمي والإيراني محمد باقري رمزية المكان في دمشق وقد خرجت من أتون الخطر ورمزية الزمان مع انحسار الملفات الساخنة باتجاه إدلبة وشمالي حلبة وشرقي الفرات الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قصد ويستتم التعامل معها بالإسلوبين المعتمدين من الدولة السورية المصالحات الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة حصيلة المباحثات ترتقي إلى مستوى التحدي المحدقي بالدول الثلاث تمتين التعاون الأمني في إطار عنوان عريض تدعمه إجراءات على الأرض لفتح خطوط النقل والتجارة ستشهد الأيام المقبلة إن شاء الله فتح المنفذ الحدودي واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين ولدينا رجال مشكلة بهذا الموضوع من قبل الطرفين تعاون جددت إيران فيه دعمها لسوريا في مسعاه الاستعادة كامل أراضيها نؤكد ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية ووقوفنا مع الدولة السورية في بسط سيادتها على أراضيها كما نؤكد رفض دخول أي دولة بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية نحن دخلنا بدعوة من الجانب السوري وسنبقى ما دامت الدولة السورية تطلب منا ذلك وجهت الدول الثلاث رسائل واضحة عنوانها رفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها والانتقال في مكافحة الإرهاب إلى مراحل جديدة إضافة إلى مواجهة الحصار بطرق مبتكرة التنسيق الكامل بين جيوش الدول الثلاث شكل حجر الزاوية في كسر العمود الفقري للتنظيمات الإرهابية تنسيق يستمد أهميته اليوم من ملفات حاسمة وخصوصا في إدلبة وشرقي الفرات محمد الخضر من مبنى وزارة الدفاع السورية بدمشق الميادين ملفة الاجتماع الثلاثي وتوقيته فرضها استحقاقان مهمان على الأرض السورية الأول تداعيات انتهاء معارك شرق الفرات ومصير داعش والثاني حسم ملف إدلب مع مماطلة تركيا في تنفيذ التزاماتها ويؤكد القادة العسكريون متانة التحالف الثلاثي في مواجهة الإرهاب وخطط واشنطن بعد سحب قواتها ديما نصيف قمة دمشقية عسكرية ثلاثية لرؤساء أركان جيوش إيران والعراق وسوريا أمام الكاميرات والصحفيين اللواء محمد باقري لم يوفر فرصة في اللقاءات مع المسؤولين العسكريين السوريين إلا وأفصح فيها عن قلق تهران من التفاهمات التي تعقدها أنقرة مع واشنطن حول المنطقة الآمنة في الشمال أو التسويات مع الروس حول إدلب وبقاء قوات غير شرعية على الأرض السورية باقري ليس وحيدا في ريبته وزير الدفاع السوري أعاد التذكير بأن كل القوات الموجودة على الأرض السورية من دون تنسيق مع الحكومة هي قوات احتلال السياق يكشف عن ريبة مشتركة مما تخطط له واشنطن بعد إنهاء معارك الباغوز ومن مصير آلاف المسلحين الذين كانوا في صفوف داعش ويعبروا عن تبايون إيراني مع الروس في إصرارهم على منح الأتراك دورة ضامن للمجموعات المسلحة في إدلب رغم عدم التزام أنقرة بتعهداتها بحسب منصة سوتشي الذي غابت عنه طهران وتشكيك دماشق في جدواه بانتظار ساعة الصفر لحسم عسكري فيها وعكسات ظهور الإعلام غير المسبوق لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى وللمرة الأولى على منصة عسكرية وسياسية استعجالا سوريا إلى ملاقات طهران وبغداد في احتواء تداعيات معارك شرق الفرات والانسحاب الأمريكي من سوريا والتنصيق المشترك من أجل ضبط الحدود العراقية السورية وفتح المعبر البري من أجل إعادة التوازن في المثلث العراقي الإيراني السوري قبل الذهاب إلى أي حل سياسي قد تحتكر شروطه أطراف أقليمية أو ربما دولية وصول مسؤولين عسكريين على هذا المستوى من بغداد وطهران إلى دماشق يعد جوابا واضحا على متانة هذا التحالف واستمرار انخراط هذه الدول التي اشتركت بغرفة عمليات واحدة منذ عامين في الحرب على الإرهاب وهذا ما بيّنته العمليات العسكرية المشتركة ضد داعش على طرفي الحدود ديماناصف دماشق الميدين قوات سوريا الديمقراطية علنت أنها تقدمت في مواقع جديدة في بلدة الباغوز بيان قصد علن أن عناصرها السيطر على 28 نقطة جديدة وقتل عشرات من عضاء تنظيم داعش خلال اشتباكات عنيفة كما لفتت إلى أن التنظيم بعث بأربعة انتحاريين إلى أماكن قريبة من خطوطها نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد صحة ما ورد في تقارير صحفية تتحدث عن أن واشنطن تخطط لإبقاء نحو ألف جندي أمريكي في سوريا سارة الحاف الخطط لإبقاء قوة من نحو 200 جندي في سوريا لم تتغير هذا ما أكدته الولايات المتحدة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد حيث نفى صحة ما ورد في تقارير صحفية تتحدث عن أن واشنطن تخطط لإبقاء نحو ألف جندي أمريكي في سوريا بيان لدانفورد لفت أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطط المعلنة في شباط فبراير الماضي موضحا أن القيادة العسكرية ستستمر في تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بخفض عديد القوات الأمريكية إضافة إلى تنفيذ خطط عسكرية مشتركة مع هيئة الأركان التركية لمعالجة مطالب تركيا على طول الحدود المشتركة مع سوريا صحيفة وول ستريت جورنل كانت قد أفادت بأن الجيش الأمريكي لديه خطط قد تتضمن الإبقاء على ما يصل إلى ألف جندي أمريكي في جميع أنحاء سوريا بعد الانسحاب منها وذلك للتنصيق مع القوات الكردية ومتابعة نشاطها جاء ذلك بعد فشل محادثات الإدارة الأمريكية مع تركيا وحلفائها الأوروبيين والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة أمينة شمال شرق سوريا بحسب وول ستريت جورنل ترامب كان قد أعلن بشكل مفاجئ في كانون الأول ديسمبر الماضي السحب الكامل والنهائي لألفين جندي أمريكي منتشرين في شمال شرق سوريا مؤكدا للانتصار التام على داعش لكن البيت الأبيض عاد وأعلن أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة لحفظ السلام قوامها مئة جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا بعد الانسحاب منها ليؤكد ترامب بعدها أنه يعتزم الإبقاء على أربعمائة جندي في سوريا مقصمين بين المنطقة الشرقية الشمالية والقاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن اتهمت دمشق واشنطن بالانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لمنحها منظمة الخوذ البيض خمسة ملايين دولار ناطق باسم وزارة الخارجية السورية رأى أن الخطوة تأتي تأكيدا على استمرار الولايات المتحدة مرهنتها على دعم الإرهاب لتحقيق أجنداتها الخاصة في سوريا والمنطقة فوضى وغياب شبه تام للأمان هذا ما تعيشه أرياف دير الزور الشمالية والشرقية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من عام ونصف عام الاغتيالات والتفجيرات والنهب والسرقة باتت هواجس يومية لسكان أرياف دير الزور رغم وجود حواجز لقصد وانتشارها ولكن يبدو أن انشغالها بمعركة هجين وبعده بمزارع الباغوز أوجد فرصة لخلايا تنظيم داعش كي تعاود نشاطها نسبيا وترتكب جرائم بحق السكان ومقاتل قصد في حوادث شبه يومية سكان أرياف دير الزور يعبرون عن خوفهم وقلقهم من حالة الفوضى التي تعيشها هذه المناطق والتي تمنعهم من التنقل ليلا بين البلدات مع انتشار خطر الخطف حتى في وضح النهار الوضع الأمني سيء جدا يعني تصير محاولات اغتيالات تصير شغلات تشليح شغلات نهب الواحد هو بيته وما يعرف منه تشتاله بيته يعني بعد ذلك العشاء ما يقدر يطلع برات بيته والطق عاجد وإن شاء الله تأمل الأمور للأفضل يعني بسبب غياب الأمن والأمان يواظب الأهالي حتى اليوم على الالتزام بزي التنظيم سواء النساء أم الرجال مع الحرص على عدم القيام بأي أنشطة تخالف عقيدة التنظيم خوفا من انتقام مفاجئ للخلايا الناشطة في تلك المناطق ولا تخفي قصد والأمريكيون أعلمهم بهذا الواقع من خلال تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا جيمس جافري وأخرى لقائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط جوزيف فوتل والذين أكد وجود خلايا للتنظيم يقدر عددها بـ 20 ألفا في سوريا والعراق وربما ترك الوضع على ما هو عليه يفسر الرغبة الأمريكية في استمرار الفوضى بما يطيل أمد الحرب في سوريا في العراق كد نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس أن زيارته إلى محافظة نينوة كانت تفاقودية وليست من أجل عادة انتشار ألوية الحجد الشعبي كما نفى المهندس ذهابه إلى مدينة سنجار خلال هذه الزيارة من ثلاثة عام تقريبا في مزارة السامراء ووضع قطوطها دفاعية ويطمنا على الأخوة المقاتلين والمجاهدين في منطقة السامراء وأيضا في محافظة صلاح الدين وقيادة صلاح الدين وكان هناك لقاءات مع قيادة الحجد في صلاح الدين وقيادة الحجد في سامراء كبلها وقيادة الجيش أيضا في صلاح الدين ومنذ اليومين أيضا في الموصل الآن نحن في مقار عملياتنا في الموصل وأيضا لقاءات مع الأخوة الحشود وقيادات الحجد الشعبي أذا وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية الاستباقية في عدد من المناطق التي يسعى تنظيم داعش فيها إلى إرباك وضعها الأمني عبر تحريك خلايا عبدالله بدران على أكثر من سعيد تقاتل القوات العراقية خلايا داعش خلايا تحاول الضغط وإن بهجمات خاطفة فيما يعتمد الأمن العراقي على ضربات إجهاضية استباقية في ديالة شرقي العاصمة العراقية تلقى التنظيم ضربة موجعة بنجاح القوات الأمنية في التسلل إلى مناطق وجود خلايا في قزلاق لكن حمرين وحزام خانقين ما زالا يسببان قلقا شرق البلاد يستدعي عملا أمنيا وعسكرية وحضورا لقوات الحجد الشعبي التي خبرت المنطقة بعد عمليات التحرير قوات العراقية جاهزة بشكل كبير جدا وفعال هي قاتلت على الأرض قاتلت ما بين الشوارع قاتلت ما بين الدور السكنية إذن هي لديها القدرة العالية الآن أما الحدود مع سوريا فلها الحصة الأكبر من أجندة القوات العراقية عمليات المسح الجوي مستمرة والانتشار في قلب الصحراء لضمان أمنها ومنع داعش من تحريك خلايا لا يتوقف والرصد الحراري للمناطق الرخوة أمنية هو الجديد لمواجهة التنظيم الذي يعيد أنصاره بعودة وأن بعد حين تهديد تقول القوات العراقية أنه أضحى من الماضي الحدود السورية هي التحدي الأكبر بالنسبة إلى قيالة قوات حرس الحدود ووضعنا لها أولويات من اللحظة الأولى وبدأنا بشغل كلش كبير عليه من التحصينات إلى انتشار العلوية مع بداية تحريرها هو الرهان الأمني فداعش يراهن على انتهاز أي فرصة في المناطق الرخوة أمنيا بين حدود المحافظات وصولا إلى حدود العراق مستغلا طبيعة المناطق الجغرافية وثمت عمل أمني وعسكري عراقي تقول بغداد أنه أصبح استباقيا تعمل بغداد جاهدة من أجل مصلحة وواقع فهي أوفذت رئيس أركان قواتها إلى دمشق للتباح في مرحلة ما بعد الباغوس سبقه أرفع مسؤول أمني تقدر وطهران ودمشق المصلحة بعدما أثمت الميدان الحاجة إلى التنسير ثم تواقع أمني لا يمكن أن يقفها معه خاجل سياسي من واشنطن التي أثبتت التجارب أن مصلحتها أولى عبدالله بدران بغداد الميادين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترفع دعوة ضد مسؤولين أمريكيين بسبب فرض عقوبات ضد إيران تعد جرائم ضد الإنسانية روحاني وفي كلمة له بعد اجتماع الحكومة قال أن هناك مصاعب معيشية ومشاكل بسبب العقوبات لكن الإيرانيين قادرون على اجتياز هذه المرحلة هدف أمريكا واحد لا غير وهو العودة إلى طهران والهيمنة على الشعب الإيراني وهذا لن يحصل أبدا فالشعب الإيراني الذي صمد على مر التاريخ سيواصل صمده ومساعي الأعداء لن تتحقق رغم ذلك فإن الأعداء يمارسون ضغوطا علينا وهناك مصاعب معيشية بسبب العقوبات الأمريكية لكننا قادرون على اجتياز هذه المرحلة ومتفائلون جدا بشأن مستقبل البلاد الحكومة لم تيأس ولم تتعب وهي تبحث عن كل ما يساعد في حل المشاكل الاقتصادية في البلاد فاصل قصير نواصل بعده نشاتنا من جديد أهلا بكم استشهدت طفلة يمنية وأصيبت امرأتان جراء السدف التحالف السعودي أحدى المزارع بريف المراوعة شرقية مدينة الحديدة وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي التابع للجيش الامني واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجيش السعودي قبالة منطقة مجازة بقطاع عسير وحققت إصابات مباشرة أما في جيزان فتم تدمير والية تابعة للجيش السعودي شرق جبل الدود بعد استهدافها من قبل الجيش واللجان نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء حسين العزي اتهمت تحالف السعودية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة منذ سريانه بأكثر من أحد عشر ألف خرق العزي قال إن مصلحة طرف صنعاء في السلام بينما مصلحة طرف هادي في الحرب أحمد عبد الرحمن واشنطن ولندن تقودان حملات مضللة بشأن المعرق للاتفاق السويد الكلام لنائب وزير خارجية حكومة صنعاء والقيادي في أنصار الله حسين العزي في مؤتمر صحفي وصف فيه وزير الخارجية البريطاني بالكاذب العزي أكد تقديم كل التنازلات حرصا على السلام كاشفا أن طرف التحالف وهادي قابل تلك التنازلات بالتعنت والانقلاب على كل الاتفاقات وبخرقها كما حصل في الحديدة نحن يا إخوة أيضا نقدم تضحيات من أجل السلام ثم يأتي وزير كذاب مثل وزير البريطاني ومثل الوزير الأمريكي ويتهمون الطرف الأكثر انضباطا والأكثر احتراما للسلام والأكثر حرصا على السلام يتهمونهم بالتعنت والإعاقة والعرق له تصريحات تأتي غدا تاتهامات لأمريكا وبريطانيا بالسعي إلى تكرار معركة الحديدة اتهامات وجهها رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوث الذي بات عضوا في المجلس السياسي الأعلى بعد لقائه كبير الخبراء الأمميين مايكل لوليسجارد الحوث حمل ما وصفه بدول العدوان مسؤولية المعركة الجديدة في الحديدة وعواقبها على الوضع الإنساني كما كشف عن تفاهم كبير مع لوليسجارد في موضوع إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة أمس تبلغنا بوصول أربع سفن تعزيز إلى ميناء المخاء وكلها تعزيزات محمد الحتاد العسكري وتم أبلاغ مكتب المبعوث وكذلك رئيس إعادة الانتشار من جانبه اتهم محافظ الحديدة عن حكومة هادي الحسن طاهر طرف صنعاء بعدم تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لعادة الانتشار من موانئ رأس عيسى والصليف نافيا أن يكون الاتفاق قد حقق أدنى تقدم معتبرا أن الأوضاع هناك قد تعقدت أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق تحركات ولقاءات ورسائل متبادلة وتراشق بالاتهامات من الواضح أنها تستبق تطورا ميدانيا ينسف الاتفاق الميت سريريا ولا سيما في ظل السعدادات العسكرية والميدانية للتحالف أحمد عبد الرحمن صنع الميادين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا استخباريا يكشف معلومات جديدة عن المجموعة السرية التي أنشأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسكاة معارضيه الصحيفة قالت أن المجموعة أنشئت قبل عام من اغتيال السحفي جمال خاشقجي ونفذت 12 عملية خاصة زهراء ديراني معلومات جديدة تتكشف بشأن المجموعة السعودية للتدخل السريع المجموعة السرية التي أنشأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسكاة معارضيه تقرير استخباري نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف عن تنفيذ المجموعة 12 عملية خاصة ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباريين أمريكيين قولهم إن المجموعة التي أنشئت قبل عام من اغتيال السحفي جمال خاشقجي نفذت عمليات داخل السعودية وخارجها بينها إعادة السعوديين قصرا إلى البلاد واعتقال آخرين وتعذيبهم وأشرت إلى توجيه تهم إلى المجموعة بتعذيب المعتقلات السعودية بالكهرباء والإهام بالإغراق والتهديد بالقتل والاغتصاب نيويورك تايمز قالت إن المجموعة تعمل بحرية دخل المملكة ولا تخضع لرقابة جهاز الاستخبارات وأضحت أن ولي العهد هو من قرر إنشاء هذه الوحدة بينما كان يشرف عليها المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني قبل إقالته من منصبه بعد مقتل خاشقجي تقرير الصحيفة يكشف أيضا عن اختطاف المجموعة نجلة وزير النفط السعودي ستابكرام النعيمي من الإمارات إلى السعودية أما فيصل الجرب أبرز مساعدي الأمير السعودي المعتقل تركي بن عبد الله بن عبد العزيز فقد اختطف من منزله في الأردن في حزيران يونيو عام 2017 ونقل إلى الرياض ولا تملك عائلته أي معلومات عن سبب اعتقاله ومكانه بعدها بشهرين اختطف الأمير سعوب بن المنتصر من المغرب إلى السعودية يختصر المحلل السابق في السي اي اي بروس ريدل المشهد الاستحيفة بجملة واحدة لم نشاهد مثل هذا التصعيد من قبل ضد معارض السعودية اعتقلت الشرطة الهولندية شخصا المشتبهة في أنه أطلق النار في مدينة أوتريخت وتسبب بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة في إطلاق النار في المدينة الشرطة أشرت إلى أن المشتبه به هو جوكمان تانيس من أصل تركي ويبلغ سبعة وثلاثين عاما ولم تستبعد السلطات الهولندية وجود دوافع إرهابية لدى المشتبه فيه ما حدث اليوم ومن خلال المؤشرات الأولى للحقائق والإفادات التي تم الإدلاء بها والآثار التي تم العثور عليها يقودنا إلى الأخذ بالحسبان الدوافع الإرهابية لكن بالطبع لا يمكننا استبعاد الدوافع الأخرى الإفادات والآثار أوصلتنا أيضا إلى المشتبه به أعلن رئيس لجنة الدفاع والأنف المجلس الأعلى من البرلمان الروسي فيكتور بونادريف أن موسكو قرر ترسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى القرم ردا على نشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع صاروخي في رومانيا وفي ذكرى الخامسة لعودتها إلى روسيا عمت شبه جزيرة القرم الاحتفالات فيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق محطات توليد كهرباء تؤمن حاجة القرم بشكل كامل قبل خمس سنوات من اليوم عادت شبه جزيرة القرم رسميا إلى روسيا في خطوة لا قد ترحيبا واسعا في الداخل وقابلتها حملة رفض وعقوبات من الدول الغربية هناك مشاعر متجددة من الاستقلال والحرية أنا كبيرة في العمر نوعا ما ولكنني أشعر أنني ولدت من جديد إنه حتما ربيع القرم ولدي مشاعر إيجابية حول الموضوع هناك العديد من المشاريع الإعمارية في كل مكان الناس هنا سعيدون جدا الجميع يبتسم وكأننا نشهد الاستفتاء اليوم يلاحظ سكان شبه جزيرة القرم التغييرات الكبيرة التي لحقت بموطنهم منذ عودتهم إلى روسيا آخرها محطات الكهرباء الضخمة التي افتتحها الرئيس بوتين بنفسه اليوم اتخذت خطوة مهمة أخرى لتعزيز الطاقة في شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا بأكمله ما سيساعد في تطوير اقتصاد شبه الجزيرة وبنيتها التحتية ورغم أنها تعاني من العقوبات فإن موسكو تؤكد أن القرم عادت إلى حضن روسيا دون رجعة وما التعزيزات العسكرية والاهتمام بالبنية التحتية في شبه الجزيرة سوى دليل على ذلك في فرنسا هدد رئيس الوزراء إدوارد فليب بمنع أي تظاهرات للسطرات الصفر إذا شركت جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية سنحذر احتجاجات السطرات الصفر في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضاررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار بسبب العدات والتقاليد ابتعدت الصوماليات كثيرا عن مهنة الصحافة ولا سيما عن عالم التصوير لكن وبعد انتشار مدارس الصحافة في مقدشو بدأ كثيرا من الصوماليات بتعلم كيفية التصوير وفنون الكاميرا التي كانت حكرا على الرجال شافعي محمد تعمل خضربيت العائدة من السعودية في تصوير الحفلات والأجنحة النسائية لدى الأسر المحافظة في مقدشو مهنة كانت في السابق حكرا على الرجال إلا أنه مع انتشار مدارس الصحافة الرقمية بدأت السيدات يدخلن صرحها ليتخرجن مصورات لسن أقل مهارة من نظرائهن من الذكر خضر تتشارك العمل التصويري مع خريجات جديدات يبحثن عن مزدر رزق على الرغم من الصورة النماضية السائدة في الشارع الصومالي تحدي جديد تعتقد المصورات أنه لا يشكل عقبة في عالمهن الجديد منذ عودتي من السعودية تلقيت دورة في التصوير والإنتاج فبعد أن كنت عاطلة من العمل أدير اليوم مؤسسة تنظم وتصور حفلات الأعراس وتغيرت حياتي نحو الأفضل في هذه الأكاديمية تتزايد عدد الصوماليات الراغبات في التصوير التلفزيوني لابتكار مهنة جديدة تحارب الفتيات من خلالها العزلة والبطالة في السابق لم أكن أرغب في الانضمام إلى عالم التصوير لكن نتيجة البطالة المتفشية في البلاد قررت أن أنضم إلى هذه الأكاديمية للتزاود منها بمهارات جديدة كنت أهوى التصوير منذ صغري نريد أن نغير صورة النمطية السائدة في المجتمع تجاه المصورات سنكسر حاجز الخوف ونزحم الرجال في عالم التصوير مصورات اليوم وغدا مشهد غير مألوف في مجتمع محافظ يتقدم اليوم ولو ببطء ليتجاوز المشاكل والمعويقات أيًا كانت ربيعتها كانت مهنة الصحافة في مقدشة وعالم الذكوريا بامتياز لكن مع انتشار مدارس الصحافة الرقمية بدأت الفتيات يكسرنا هذا الحاجز ويدفع بعضهن أمل في تحصيل لقمة العيش لكن كثيرات من هؤلاء يبحثنا عن احتراف هواية عشقنا منذ صغر شافع محمد مقدشو الميادين صوت من القلب مبادرة تطوعية جمعت شرائح من مختلف الأعمار في اللاذقية بهدف خدمة المكفوفين ومساندتهم في ترجمة ما هو مكتوب إلى مسموع الأمر الذي يسهل عليهم عملية الحفظ مبادرة هي الأولى من نوعها أطلقها مركز الريادة السوري في اللاذقية لترجمة الكتب الدراسية بمراحلها كافة وتسجيلها صوتيا بإمكانات بسيطة الهدف الأساسي هو تقديم المساعدة للمكفوفين من كافة الأعمار عبر الاستماع إلى المناهج الدراسية وحفظها والاطلاع على ما فيها من معلومات المادة الواحدة والخمسون هي مبادرة طلعت من حاجة مجتمع من احتياج خاص عند جمعية المكفوفين لأنه نحن أصلا كريادة السوري هي مؤسسة تعمل بالمسؤولية المجتمعية رغم الصعوبات التي واجهت المبادرة كتغيير المناهج بعد انطلاق فكرة تسجيلها وغير ذلك من الأسباب لم يحبط المتطوعون الذين عاودوا تسجيل تلك المناهج مرة أخرى جمعية المكفوفين في اللذقية خصصت ضمن برامجها اليومية حصصا دراسية لمبادرة الكتاب المسجل ولحفظ مضمونه بما يخدم العملية التعليمية تمهيدا لتقديم الامتحانات وفق المراحل الدراسية طبعا هلأ الشباب بالجمعية بعد ما كان في تفاعل بهذا الموضوع قرروا انشاء فريق أيضا ينضم لزيادة هذه المسألة والتوسيع دائرة التسجيلات المبادرة لاقت نجاحا كبيرا وفائدة غير محدودة لدى الأشخاص المكفوفين الذين استفادوا على نحو كبير من الكتب المسجلت صوتيا وقد بدأ تطبيقها في بعض المحافظات السورية عبر جمعيات المكفوفين تذكير بالعنوين الأسرى الفلسطينيون يعلنون الأصيانة في معتقل رامون الإسرائيلي عقب نقل التسعين منهم لأقسام نصبت فيها أجهزة تشويش بوطفليق يعلن أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي وأن الاستفتاء سيؤسس لمسار انتخابي يأتي برئيس جديد الأسد يؤكد أن اللقاء العسكري السوري العراقي الإيراني يعبر عن وحدة المعركة والخندق والعدو ووزير دفاعه يعلن أن بلاده ستحرر مناطق سيطرة قسد الشطة الهولندية لا تستبعد وجود دوافع إرهابية عند المشتبه فيه بحادثة إطلاق النار في أوتريخت التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعصابة آخرين روسيا تقرر أرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى القرن وبوتن يترأس احتفالات الذكرى الخامسة لعودة شبه الجزيرة المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت موجزون إخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة